لا لرئيس حكومة يخرج عن المسار الذي رسمته المنظومة الحاكمة في العراق منذ أن وضع أولى نقاطه الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر هذا ما اتفقت عليه الأحزاب وتعارفت عليه منذ أكثر من عقد ونصف محافظة بذلك على حصصها المالية والسياسية صحيفة الاندبندنت البريطانية بنسختها العربية ترى أن شرط اختيار خليفة لعبد المهدي هو قدرته على الحفاظ على سوق العملة وعدد المصارف المشاركة فيه وآلية البيع والشراء وحركة المال بما يحقق ربحا ماليا للأحزاب يفوق 45 مليار دولار سنويا تفصل الصحيفة في هذا النظام المالي بقولها إنه مع زيادة القيود المفروضة على شراء الدولار في العراق نشأ ما يعرف بالسعر الموازي للعملة الأمريكية في السوق المحلية بعيدا عن المصرف المركزي العراقي وهو سعر يفوق قليلا السعر الذي حدده المركزي للدولار ولكن أسواق العملة لا تحتاج إلى هوامش كبيرة لمضاعفة الأرباح إذ تحول الفارق البسيط بين سعر الدولار في البنك المركزي وسعره في السوق إلى بوابة لتحقيق أرباح طائلة للأحزاب كما تبين الصحيفة بعضا من خفايا صفقات الفساد التي تقوم بها الأحزاب مستشهدة ببعض القضايا الموثقة فعلى سبيل المثال بعض التجار أدخل كميات من مادة السكر إلى العراق تكفي السكان المحليين مئة عام هذا على الورق طبعا لكن الحقيقة أن أي من هذه الكميات لم يصل وكل الذي وصل هو وصل توريد مزور بالتواطئ مع موظفين فاسدين في دائرة الجمارك والبنك المركزي مطلعون على خفايا سوق العملة في العراق يؤكدون أن الأموال التي تحصل عليها الأحزاب من المصرف المركزي تنقل في الغالب إلى حسابات خارج البلاد غابة الفساد هذه يسيل لها لعاب الأحزاب للتمسك بها والتنقل بين أشجارها لكن ثورة تشرين أمل كل عراقي باجتثاث الفاسدين واسترداد الحق السليم ترجمة نانسي قنقر